موسيقى موسيقى هذا هو المهرجان الثاني مهرجان مسح العراص العربي الثاني وقيم المهرجان الأول في العام الماضي لقى نجاح كبير على المستوى الوطني العربي وعلى مستوى المملكة خاصة لأنه كان الأول من نوعه كمهرجان ألعاب دمى الفعاليات الموجودة نهيك عن افتتاح المهرجان أحببنا أن نشارك في كذا معرض فن تشكيلي بازارات حرف يدوية وععادة تدوير مصنوعات يدوية مشاغل يدوية صنع في السيف الساء أحببنا أن نري الضيوف ماذا يوجد لدينا من إبداع؟ هذا المهرجان أصبح متنفس للأردنيين في كل محافظات المملكة وأنا أتنى من الله أنه يكون هذا المهرجان في كل محافظات المملكة وتستضيف كل محافظات المملكة كل يوم يكونوا في مكان معين ونعرفهم على الأماكن الأثرية والسياحية في الأردن الوفودة العربية فهذا أصبح متنفس للأسرة الأردنية خاصة في محافظة الزرقاء وهو متنفس أصبحنا نرى مهرجان العرائس على الطبيعة فهذا رائع جدا يعني إيش حدث سرنا ننتظره سنوة فيه وأحكي لك أنا بشوق بالانتظار وشوق أننا نحضر ونشارك هذه الوفودة العربية فيها طلقت اليوم فعاليات مهرجان العرائس في دورته الثانية بمشاركة عربية ومحلية هذا المهرجان ينطلق للمرة الثانية في محافظة الزرقاء الهدف منه تسطيط الضوء على العروض المسرحية الموجهة للطفل بالدرجة الأولى وكيف الألية أن نسقل شخصية الطفل وتثقيفه من خلال هذه العروض المسرحية إن كانت عربية أو محلية الهدف منها تسويق وتشجيع الناس على هذا الفن الجديد الموجود في محافظة الزرقاء وهو مهرجان العرائس وطن المجد تمنى لكي آخر جلمة بجلبك تابك لما الكون بيصفى ويحلى عندنا مسرحية لأنا عملت على إعدادها من قصة أمريكية دكتور سو الفيل بيمبو هي مسرحية للأطفال مسرحة عرائس بيقدمها الفناني ميسا خميس عموري طبعاً لدينا طاقم اللي بيعمل هاي فيها طبعاً دماء وعرائس جميلة جداً إن شاء الله مبيد دواجكم بالمشاركة أولاً أنا سعيدة جداً بمشاركتي بهذا المهرجان مهرجان العرائس الأردني الدولي بدورته الثانية سعيدة جداً أنه إلي مشاركة بعنوان النعمان والأرض الطيبة طبعاً النص أنا اللي كاتبته وإخراج المخرج الكبير جلال رشدي طبعاً قصة نعمان والأرض الطيبة أنا كتبتها من عدة سنوات انطبعت للأطفال في مصر وانعملت كمان على طريقة برائل المكفوفين وكانت يمكن من أوائل القصص اللي هي غير المناهج التعليمية اللي بتطبع للمكفوفين في الوطن العربي هيك صنفات يعني بوقتها جيد سعادة يعني بحضورنا هنا في الطبعة الثانية لمهرجان مصرح الطفل الخاص بمصرح الدماء جايين بعرض مسرحي بعنوان محارة يتحدث على البيئة البحرية ونتمنى إن شاء الله نكون دعماً للثقافة ودعماً لمصرح الطفل وخاصة الدماء ونحن نجد سعادة بتواجدنا هنا بالأردن هذا هو الأردن الطيب طيبك والندى بيك والند يمشرع بوابك على الشمس والغار يا أهل وطن تكبر تعمر وتمتد وتلمنا من حولك كبار وصغار الحب يلو حد وحبك بلا حد ونوصفك بالصبح والصبح يختار لأنه والله قاتمون وإن طال المعاد ومات الأجداد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر